صحيح ويمكن حاخد من كلامك ومن تصريح الكابتن سامي أمصان باللفز كده أقل إحنا حطينا نفسنا في موقف صعب وإحنا كمان هو بيكلم إحنا كجهاز فني وكلعبين إن إحنا نخرج نفسنا من هذا المأذق وهو ده مربط الفرس وساعات بقول عددك طبعا عندك خبرات كبيرة جدا من خلال طبعا رؤيتك الفنية من خلال كمان يعني التتابع الأجيال من خلالك إن في مواقف كتيرة حصلت للنادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي ونبتكر النسخة اللي فاتت كمان كان عندنا مشكلة في الفوز كان لازم تكسب الهلال في السودان وكان أمور صعبة جدا والنادي الأهلي ولعبته قدروا يتخطوها بشكل كبير جدا المطلوب من النهاردة لغاية المباراة على المستوى التجهيز انت شايف إيه علشان إن شاء الله النادي الأهلي يظهر بمستوى جيد في مباراة يوم الثلاثة تمام يعني هخش منك على نبدأ بالمواقف الأول يعني هتذكر في 2006 ماتش السفاقسي اللي هو كان في النهائي لما الماتش انتهى بالتعادل هنا فقيرة وكان بيقود المستوى المنول جزيز المباراة دي لغاية الأهلي بعد المباراة هم اللي قالوا المستوى المنول إحنا اللي عكناها وإحنا اللي هنصلح وفعلا راحوا هناك وربنا كرامهم وصلحوا ويمكن قبل الهدف ما ييجي حتى في اللحظات الأخيرة بلاثة التسعين كان الأهلي ليه كمية فرص وكان الأفضل من كل وجوه عمل مباراة تاريخية فالأهلي دائما في المواقف الصعبة يستطيع بشخصيته بقيمته بإدراكه بجمهوره اللي وقف خلفه حتى لو الجمهور بينه وبينه آلاف الأميال عارف أن العيون والقلوب كلها خلف ومنتظرها أعتقد أنه اللي يقدر يتجاوز هذه المباراة بإذن الله